اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأن القهوة أصلاً هي معمولة مرة إن هو ربنا خلقها كده فإن أنت تتعدل فيها دي حاجة مش لطيفة فاهمني؟ يعني أنت من رأيك إن لو واحد لسه باجر القهوة لو ما شربهاش بسكة ما يشربهاش حسن بالضبط طب ماشي طب ده موضوع السكر عن الجاهدة الثانية بعدين طب موضوع المبيضات شغلة على القهوة الجديدة اللي هو قهوة مانجا وقهوة بص الفليفرز جت من فترة من حوالي شهر كده الفليفرز دي بيتحط عليها كيميكا المتيريال تمام؟ فأي حاجة بيتحط عليها حاجات كيميائية تبقى ضرة شوية للقولون وكده فإحنا كده بنبعد عن الناتشرال شوية فما يعني منصحش أي حد عايز يجرب حاجات من دي لو عصد تجرب ممكن يعني تحاول تعمل انت فليفر في البيت تمام؟ تحاول تتميكس الدنيا يعني ايه؟ يعني ومش لازم كدير يعني اللي هو مرة كل يومين ثلاثة كده لو حبيت تجرب علشان الموضوع ده ما يعني ايه؟ ما يؤثرش عليك جسدية ايه، 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 أق Concern كتير بقى بدت تزود فليفرز كتير توت وتومباك وحاجات كتير قوي يعني أنا جربت الكلام ده بس عارف هو بيدي طعم لذيذ بس عارف بيخليك ما يعني بيضيع بقى فكرة ان انت بتشرب قهوة بفليفر لان هو بي يعني ايه بيداري على القهوة فهم اللي أنا بيحاول ان أنا أعمله ان أنا يعني أعلي نسبة القهوة وفي نفس الوقت يبقى فيها فليفر بس فليفر ناتشرل شوية طب تقلمنا كده على القهوة بما انت بتحديد القهوة وعارف أماعه وكده اي مالك تبيه في المالك أنا القهوة يعني معلوماتي عن القهوة لفترة دي ممكن تبقلت شوية لان أنا مش متابع يعني التجديدات وكده بس هو القهوة بشكل عام انواع كتير تمام المعينة الأسسيين فيها روكوستة وعربيكة تمام 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 أربيكات انت عندك فنجان القهوة بيتكون من حاجتين أسسيين اللي هو الروكوستة والأربيكة الأربيكة بيبقى نسبته من 70% لـ 80% ده في البن العادي في فنجان القهوة عشان بس نمع فهمين ده لما جي أنا جيب ده لما معين البن ولا أي بن أنا بجيبه ده بص يعني زي كده أكدنك بتتكلم عن هو النوعين الأسسيين روكوستة وعربيكة الروكوستة ده نوع ديزاين سبحان الله لإيه لشكل حبات القهوة وطبعا بعد ما بيتحمص وبيتتحن بالتلات تلات أنواع التحميصات بيختلف إيه بيختلف نوع البن فالروكوستة ده لما بيتتحن وبييجي مسلا تعمل به قهوة بيبقى غير حاجة زي الأرابيكة فلما جوم يعملوا ماتش ما بين الاتنين علشان يطلعوا في مجان قهوة حلو قالك هنحط من حباية الأرابيكة تمام هنعتبر ان الأرابيكة ده ديزاين والروكوستة ده ديزاين تاني الأرابيكة دي حبايته بتبقى طويلة والشاقة بتاع البن فيه كيرف صغير كده تمام بس هي بتبقى طويلة يعني حباية البن طويلة شوية الروكوستة بتبقى شبه خمفيسة كده هم نفتح اوكي نفتح شبه خمفيسة ديزاين تمام وفيها طعم البن الروكوستة بتعمل البلانس بقى في فنجان القهوة تثبط لك الوش يعني مثلا بتعمل هي سنة الرغوة تمام في القهوة التركيش الاسبريسو في الحاجات دي ده الكلام جميل قوي من الناس العشقة للأهوة الناس الطيبة اللي بتوشهم للأهوة خلاص التركي واللحاجات دي ضيامات دي داساتي من داخل المنواع والنواعيول اللي بتضطو هنأتكلم بص حاول افاهمك الدنيا بشكل اسهل القهوة ابن كما ل falan فنجان القهوة يعني نوع القهوة نوع البن غير طريقة عمل القهوة نوع البون ده قلنا البيز ربوستا وقرابيكا الاتنين بيدخلتوا على بعض يعملوا لي بودر بشوف أنا بقى الطريقة اللي هعملوا بيها يعني التركيش دي دي طريقة عمل قهوة الإسبريسو طريقة عمل قهوة يعني التركيش دي التركوة هم بيعملوا القهوة كده بيجيب القهوة ويبدأ يحطها على النار ويقلبها شوية وقبل ما تغلي بتكون طبقة كده فوق زي الفوم يعني بس هو بيبقاش فوم بيبقى رواسل بون بالزبط وبيبدأ يصب الإسبريسو قال لك لا احنا مش عايزين ويش هنطحن البون بطريقة يعني بدرجة بسيطة شوية وبعد كده نحط عليه مي أقل بحيث انه يركز البون ويجيب المستخلص بتاعه يعني يستخلص البون في شوت تمام؟ تمام قوي وفيه طبعا سوري فيه طرق كتير بس يعني الطريقتين الأشهر أو الثلاثة هي التركيش الإسبريسو والأمريكا ممكن نقول ممكن نقول التركي هم بتاع ايه باني عادلة بالبسيط اه يعني معظم المصريين والمعظم اه يعني معظم المصريين احنا كمصر ملناش طريقة عمل قهوة تسمت باسمنا اه الموضوع ده ما بحستش عنه كتير بصراحة بس اه يعني ممكن عشان احنا ما اكتشفناش القهوة اه بالشام يعني وكده فاخدنا فكرة الايه القهوة التركية فبقينا بنتابعها زيهم يعني بنعمل القهوة التركية زي التراكوة مش الشام اهل الشام بيحبوها مغلية لكن التركية بتحبها بيحبوا القهوة اللي هي بوش احنا نيجي بقى للموطة ده تفضل الوش المرايب ايوم يتفضل وايوم رأيك احسن اه بص نتكلم شوية بشكل صحي المغلية طبعا ما انا هقول لك اول حاجة الوش ده بيبقى زي ما قلنا كده رواصب بون تمام فالرواسب دي لما بتنزل في المعدة اه وبتنزل في الشرايين تمام يعني لقدر الله بتقدي بعد فترة كبيرة لنسب يعني نسب تكاد تكون مش قليلة في انسداد الشرايين ده الوش ده للناس اللي بتحب الوش فانا ما برجحش ان فكرة ان انتو تشرب قهوة بوش دي فكرة لذيذة لكن القهوة المغلية انا يعني من وجهة نظري ان هي بتادي تركيز للبون اكتر تمام انا ما بقى القهوة المغلية القهوة اللي بوش ما بتغليش فنسبة الكافيين ما بتخرجش من البون كلها لكن المغلية انا بخرج يعني اكبر نسبة من الكافيين من البودر من حبوب البون اللي انا طحينها بتشيل الوش بتخلي طعمها قريب للقهوة المركزة بس ده وصحية اكتر من القهوة التركية طب انت ايه رأيك في حوار التيماتي الجديدة التيم الايس كوفي وتيم الكوفي لازم يبقى سخنه لازم يبقى اول ما يطلع اشربه لو واحد يقول لك لا عادي انا ممكن اشربه وايس كوفي عادي انت ايه دنيتك مالاتين اللي قد بس انا يعني انا كطار انا بحب الحاجات الجديدة بس ما بحبش القفورة يعني انا بحب الايه بحب الحاجات الجديدة بس ما يبقاش فيه قفورة في التجديد بمعنى ايه يعني انت ما قلتلي انا من محبين القهوة بس لكن فكرة قهوة with anything انا ما بستلطفهاش عشان انت بتشرب قهوة زي كده اللي بيقول لك انا بحب اشرب الشاي الشاي اللي هو يعني في المطلق في الالفاظ الدرجة مثلا في الكافيهات اللتي اللتي اللي هو الشاي مع حليب تمام حليب ده اللي هو اللبن عشان انا كنت بس في الصعادية فالموضوع ايه مختلف معي شوية يجي يقول لك الشاي بحليب ده لا انا ما بحبوش انت تشرب شاي اما تشربش والشاي مالوش ضعب الشاي بحليب انا برضو نفس الفكرة دي انت تشرب قهوة عايزت مثلا مرة كده يعني ايه من باب التجربة او من باب الترفيه ممكن تجرب مثلا حاجة من اللي هي الايه اللتي والكلام ده اه حتت بقى الايس والهوت انا 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 يعني انا ما بحبش بصراحة المشروبات السخنة الكتيرة يعني ان يبقى مثلا في مشروب سخن بحجم كبير انا ما بستلطفهاش انا بحب السائع بصراحة ما بحبش المشروبات السخنة بس فيه ناس بتحبها مثلا في الشتاء في الكلام ده فدي ما قدرش اقول لك ان هي مثلا ايه ان ده احسن من ده لا هم الاتنين واحد بس كل واحد على حسب زوقه دي طب انت ايه رايك في شاي وقهوة يعني انت لو دماغك واجعك تشرب شاي ولا قهوة نحن عارفين ان الناس كتير تقول لك دماغة واجعين هم اشرب شاي عارف المبدأ ده بس في نفس الوقت انت لو محتاج تركيز يقول لك رح اشرب قهوة طب انا دلوقتي وراي حاجة مهم واجاز اخلاصها يعني مش محتاج اصارو بس محتاج محتاج في نفس الوقت تركيز وابقى فايق كمام فبالعقل انت حرام تدخل في جسمك شاي وقهوة مع بعض ده كده انت بتهلكو انت ايه رايك لو انت في الموقف ده هتشرب شاي ولا هتشرب قهوة بص خلينا نتكلم انا ما عنديش معلومات عن الشاي بس كل معلومات انه هو فيه نسبة كافين بس اقلب كتير من القهوة تش فاكر النسب بصراحة بس انا هتشفتها قبل كده يعني أه الشاي فيه نسبة قليلة جدا عن القهوة من الكافين ف فأنا مؤخراً بأيت بشرب شاي علشان القهوة طبعاً الكثير يعني زي ما القهوة يعني سبحان الله فعلاً ان انت تتبع مقولة خير والأمور الوسط فحياتك في كل حاجة في حياتك دي مهمة جداً ما تكترش في كل حاجة حتى لو انت بتحبها فأنا كنت جات فترة شربت قهوة كمية كبيرة الموضوع ده ضريني فعرفت ان انا بحب القهوة بس مش هزو مكتر منها يعني مش معنى ان انا بحب القهوة يبقى اشرب كتير لا ده مش مش تفكير سريع قصتك مع القهوة هنتكلم فيها ده اصبر شوية نجي السؤال تعقصتك مع القهوة انا واحد مثلا من الناس انا الاول كانت القهوة كنت بحب ريحتها جيب القهوة اسمو ايه ده اللي هي بتبقى لسه مطحونة وعدش معها تمام؟ كانت رحيتها بتبقى جميلة بعد كده مرة ومرة دقتها مرة دقتها سادة ما حبتها اش هستطيتها مرة مرة يعني زيادة بعد كده في وقت الامتحانات وكده قلت اجرب وراي يعني وراي التركيز وعايز اركز ومصدع وكده فقلت اجرب فاشركت بمرة بس احطيت سكر انا عايف انك ما بتحبيش السكر تمام احنا عديه احطيت سكر فجربتها لعيتها جميلة ومن ساعتها كملت كملت فا انا بحب القهوة بس بحبها بسكر الصراحة يعني انا مش من انصر السادة في اي حاجة ومفيد بس انا عارف ما انت بتحبيش اكثر مرارة القهوة مثلا نكسر المرارة بتاعت القهوة دي باي حاجة بس هو يعني الفكرة ان انا مش عايز ادخل سكريات كتير في جسمي انا انا ملاقتش نوع فاكهة ممكن يتاكل مع القهوة لان الفواكه دي بتبقى معظمها فريش والقهوة دي بتبقى سخنة فالمكس ما بينهم مش هيدي لفليفر ولا اي حاجة ممكن تجرب مثلا اي نوع كوكيز او باسكويت اللي هو البيسكوت الصغير ده بكمية صغيرة طيب يعني مثلا واحدة او كده او نص واحدة مع فنجان القهوة هتدي معاك تست احسن من انت تحط على القهوة سكر بما ان المايك معاك بقى قولي انا قصتك مع القهوة استكشفتها ازاي او عرفت ازاي انك بتحب القهوة او بدأت فيها ازاي انا زي اي اي بيت مصري لما كنا في الوانا صغير كانت والدتي بتعمل يعني بابايا ما بيشربش قهوة كتير كان بتعمل ايه فنجان قهوة مثلا كل بعد صلاة جمعة فانا كنت احب ان انا افضل واقف كده زي ما انت بتقولivot وزي يعني ايه الاطفال اعمل شنف بالبن وكدة وكنت احب ادوق تمام وكنت برضو عشان لسا صغير كنت محب جدا السكريات وان صغير كنت محبة شراوها بسكر كبرت في جيت في تالة عدادي ابتدت بقى ايه اشوف فجيت في تالت عدادي كنت عايزة افتح حاجة اللي في السعودية هيعرفوها حاجة اسمها كوشك اهو موجودة على الطرق في البنزينات كتير لان انا كنت محب جدا جدا الايسموك فيعني ايه ابتديت اقرأ كتير بعنا الموضوع واجرب كتير ما كنتش عارف الاسبريسو ده بتعمل ازاي كنت عايزة اعمل الاسبريسو من النسك في بلاك وابتديت بقى ايه اجرب حاجات اكتر وقر اكتر لغاية ما فتحت فتحنا يعني حاجة قريبة لكوشك القهوة بس هنا في مصر فده كان مشروع بالنسبالي يعني اختلافة بقى في حياة ان انا اجرب كل اللي انا عايزه في القهوة فابتديت بقى يعني اه اطبق اللي انا عارفه واطبق اللي انا قريته ده وابتدي الموضوع يبقى لزيز اكتر معي بس بس طب بما ان لنا كده في الاخر يعني تلت ساعة حلوة يعني من الناس اللي بتسمعنا وازال فل ان شاء الله انكم من ضيقناش حد اه شوف انت هتقول ايف كده في الاخر عايزة نصح حد تتكلم على اي حاجة ولا كده وتفضل بص هو خلينا نبقى منتفقين ان زي ما قلنا كده يريد نتبع مقولة خيره لأمره الوسط في اي حاجة في حياتنا بس طب احنا بنتكلم عن القهوة تلوقتي فيعني انا انا عن تجربة انا كترت في استخدام في شرب القهوة حسيت بيعني ايه التوتر اصاب جامد تمام ويعني ايه حسيت برعشة كتير جدا في ايدي وابتدى الموضوع ييجي معي بالعبس بس فالموضوع يعني ايه جي معي بدل ما هو ما انا كنت فاكر ان هو هيفيدني لا هو ضرني فنصيحتي ان محدش يكتر من شرب القهوة ولا الشاي لان لكل حاجة لها فايدة يحصل لك زي باش مواند استرواه بالكوحة بالزبط بس يا ملعش دعوا بالكوحة هوا يعني ايه هي لقدر الله يعني بعد الشر هي بتأثر بالنسبة كبيرة على الشرايين وجسديا وممكن تأثر عليك نفسيا لو عملت توتر لعصابك هتبدأ ان انت بتبقى شخص متوتر بتقلق كتير بدل ما ان هي تنبهك يعني هتتحول معاك لان ان انت تبقى مدمن لشرب القهوة فده مش صحة خالص وشكر طبعا باش مواند استرواه تسلم كده على اول مرة حبيب تشوف الناس ايه دنيتها احنا عفين الموضوع ده مش هيتسمع غير بعد فترة بس اهو احنا ده انا اول موضوع ان شاء الله تشوف الموضوية الجاية على خير وتبقى باش مواند استرواه بتاع القهوة يلا شعب عليكم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة